بسم الله الرحمن الرحيم بيان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول مواقيت الصلاة تتابع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قيام بعض المكاتب وبعض اللجان الإدارية بالمساجد من تعديل لمواقيت الصلاة تقديما أو تأخيرا بحجة عدم صحة المواقيت المعمول بها حاليا والتي أعدتها لجنة من المتخصصين والفنيين وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم إرفيدا رحمه الله الأمر الذي أدخل على الناس تشويشا في عبادتهم والوزارة إذ تستنكر مثل هذا العمل وتحذر مرتكبيه من الملاحقة القانونية فإنها تعلن أن أي خطأ في مواقيت الصلاة إن وجد هو من الشأن العام الذي يمنع تعاطيه من قبل المكاتب والمساجد وتصحيح هذا الخطأ مناط بإدارة المساجد بالوزارة وعبر لجنة متخصصة تقوم بزيارات ميدانية للرصد من عين المكان كما تطلب الوزارة من المواطنين الالتزام بالمواقيت المعتمدة وأن لا يلتفت إلى غير ذلك إلا بتعديل رسمي معتمد من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صدر في طرابلس يوم الإربعاء الثاني والعشرين من شهر محرم عام سبعة وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق للرابع من شهر نوفمبر سنة خمسة عشر وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية